المورد الثالث تاريخ مختصر الدول تاريخ مختصر الدول الجزء الأول في صفحة 269 قال ابن العبري وهو متوفي سنة 685 هجري وفيها أي في سنة 655 هجري في شهر شوال رحل هولاكو عن حدود همدان نحو مدينة بغداد وكان في أيام محاصرته قلاع الملاحدة قد سير رسولا إلى الخليفة المستعصم يطلب منه نجدة لاحظ هولاكو أرسل إلى المستعصم يطلب منه نجدة لاقتحام قلاع الملاحدة أي قلاع الإسماعيلية فأراد الخليفة أن يسير ولم يقدر ولم يمكنه الوزراء والأمراء وقالوا إنه لاكو رجل صاحب احتيال وخديعة وليس محتاجا إلى نجدتنا وإنما غرضه إخلاء بغداد عن الرجال فيملكها بسهولة فتقاعدوا بسبب هذا الخيال بسبب هذا الخيال لاحظ هذه الخيالات التيمية بسبب هذا الخيال عن إرسال الرجال ولما فتحه أولاكو تلك القلاع أرسل رسولا آخر إلى الخليفة وعاتبه على إهماله تسير النجدة فشاور الخليفة الوزير فيما يجب أن يفعلوه فقال ابن العلقم لا وجه غير إرضاء هذا الملك الجبار ببذل الأموال والهدايا والتحف له ولخواصه وعندما أخذوا في تجيز ما يسيرونه من الجواهر والمرصعات والثياب والذهب والفضة والمماليك والجواري والخيل والبغال والجمال قال الدويدار لاحظهم يجهزون قال الدويدار الصغير وأصحابه أن الوزير إنما يدبر شأن نفسه من التتار وهو يروم تسليمنا إليهم فلا نمكنه من ذلك إذن إذا كنتم تعلمون بهذا الحال وهذا القرار وهذه النية من الوزير إذن أين أنتم من التجهيز دي ملاقات هولاكو فبطل الخليفة بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكثيرة واقتصر على شيء نزر لا قدر له فغضب هولاكو وقال لا بد من مجيئه هو بنفسه أو يسير أحد ثلاثة نفر أما الوزير وأما الدويدار وأما سليمان شاه فتقدم الخليفة إليهم بالمضي فلم يركنوا إلى قوله فسير غيرهم مثل ابن الجوزي وأبن محيدين فلم يجديا عنه وأمر هولاكو بايجون نوين وسونجاق نوين ليتوجه في مقدمته على طريق أربل وتوجهه على طريق حلوان هم ذهبوا على طريق أربيل الموصل وهو توجهه عن طريق أو إلى طريق اديار